السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي امتحنا بيها طالباتي وحبيت أن أنشرها لكم اليمام امتحني استفاد هنا عدنا إن شاء الله مبينة هي استنساخ باستنساخيها عدنا أربع أسئلة السؤال الأول القطعة والسؤال الثاني القواعد وفرع أي فرع بي يعني توصيل لسة أي وليسة بي وهذه الإبلاغ ذن الصور ومطيكم اختيارات والتنقيط هنا القطعة يعني أقول لك أقرأ القطعة بلطف وكتب yes or no Iraq is a big country العراق هو بلد كبير the capital of Iraq is Baghdad وعاصمة العراق هي بغداد there are lots of rivers وهناك الكثير من الأنهار the two famous rivers are the tigres and yuvirts هناك كثير من الأنهار ونهرين هما مشهوران هما دجلة والفرات number one Iraq is a small country قال العراق هو بلد صغير سؤال الثاني a choose the correct words between هنا عندنا يقول لك اختيار هما اثنين يعني قال لكم اثنين هي ثلاثة وانتو تختارون اثنين يعني تحذفون نقطة واحدة Pedro and Alex from Brazil R لو is Pedro and Alex يعني اثنين جماعة نخلي R لو كان هنا Pedro لو Alex وحيدهم كان نخلينا S فإذن جماعة Pedro and Alex نخلي R يعني اختيارات R تحوطونوا هنا هما تكتبون اللي LR حسن is a pupil in the grade 4 شي لو هي عدنا حسن شنخلي لهي لو كان مثلا اسماء نور ندا أي شي نخلي شي I go to school feet at on يقول لاني اذهب الى المدرسة مشيا على الاقدام فنخلي on ليش لان الات للساعات فon يقول لعلى الاقدام هنا ثلاثة تختارون اثنين B عدنا لسة A ولسة B what's the time ماذا عن الوقت يسأل عن الوقت what's the time كم الوقت قايل هنا where are you from أو من اين انت I'm from Iraq و it's 3.30 اذا ما دام عدي الوقت فنختار B it's 3.30 where are you from I'm from Iraq اذا نخلي A هنا عدنا الصور هنا ديسيرت الصحراء swing الارجوحة والباص الارجوحة نخلي swing هنا الباص وهنا الصحراء ديسيرت زين بقى تعدي سؤال الرابع التنقيق I قال لكم I هنا بال small letter I love my country فنخلي I كبير هذه تنزل الجملة نفس ما هي وآخر شي نخلي نقطة يعني هنا ماكو أه نخلي نقطة يعني ماكو أحرف كبيرة بس I والنقطة هذه التنقيق ان شاء الله تستفادون من عندها هذه الأسئلة اللي ما ممتحن وان شاء الله واضحة وبالتوفيق يا ربي ترجمة نانسي قنقر